الحرب في أوكرانيا بدأت حتى قبل إطلاق أول رصاصة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وذلك مع شن روسيا هجوماً إلكترونياً شاملاً على أنظمة الكمبيوتر الأوكرانية إلا أن كييف أعلنت إفشاله تقرير جديد لبي بي سي كشف أن أمريكا كان لها يد في التصدي للهجمة الروسية ففي أوائل ديسمبر من العام الماضي وصل فريق عسكري أمريكي صغير إلى أوكرانيا في رحلة استطلاعية وفي غضون أسبوع اكتمل الفريق الذي أصبح على استعداد لمواصلة المهام وفق التقرير التقرير أشار أيضاً إلى أن القيادة السيبرانية الأمريكية تقدم نظرة ثاقبة على ما يفعله الروس أو غيرهم خاصة وأنها تعمل بشكل وثيق مع وكالة الأمن القومي أكبر وكالة استخبارات أمريكية تراقب الاتصالات والفضاء الإلكتروني وتصنف مهام الفرقة الأمريكية على أنها دفاعية لكنها نفدت هجمات أيضاً ضد روسيا في أعقاب بداية الحرب بحسب التقرير أوكرانيا تعرضت لهجمات إلكترونية مستمرة كان من الممكن أن تؤثر على البنية التحتية مسؤولون أوكرانيون قالوا إن ذلك يرجع جزئياً إلى المساعدة من الحلفاء بما في ذلك القيادة السبرانية الأمريكية والقطاع الخاص فضلاً عن تجربتهم المتنامية في الميدان ترجمة نانسي قنقر